مجلس الشورى بالجهود مجلس الشورى في التعايش والتلاحم والحوار وبناء علاقات دبلوماسية تحقق النهضة والتنمية المشتركة بين الدول والشعوب أشار مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة حفظها الله ورعاها وتماسكي ووئامي شعبها رسخت روح التعايش السلمي والحوار بين المذاهب والأديان والانفتاح على مختلف الثقافات والحضرات وجعلت التعاون الحقيقي بين الدول والشعوب الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق السلام والحفاظ على الحقوق المشروعة والتي جعلت من البحرين مملكة للسلام والأمن والأمان تزديدا للقيم الإنسانية أوضح مجلس الشورى أن مملكة البحرين تعمل على استمرارية تنفيذ الخطط والبرامج لتعزيز نسب الإنجاز في تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 أشهد مجلس الشورى في البيان بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها مملكة البحرين للتصدي للفيروس ومنع محاولات استغلال الفيروس للترويج للتمييز أو الكراهية ترجمة نانسي قنقر